أكد يحيى العثاوي القيادي في تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي أن مجموعة كبيرة من المرشحين الخاسرين في الانتخابات اعترضوا غل النتائج وطاعنوا بها بناء على معلومات غير حقيقية وصلت إليهم بشأن أعداد الأصوات التي حصلوا عليها بالمراكز الانتخابية موضحا أن هؤلاء المرشحين وصلت إليهم أقاويل وأرقام نقلت إليهم بطريقة شفاوية دون وجود دليل أو قائمة فعلية بالأصوات التي حصلوا عليها وبعد ذلك بدأوا بجمع تلك الأصوات وحين قرنوها بالأصوات الفعلية المسجلة بإسمهم وجدوا أن هناك فارقا وبين العثاوي أن عمليات العد والفرز تجري بصورة شفافة وبشكل علني أمام الجميع وبمراقبة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية ترجمة نانسي قنقر